السلام عليكم الحقيقة أنه الإنسان المعاصر يعيش مشاكل كثيرة كثيرة مشاكل اللي يعانيها هذا الإنسان المعاصر مشاكل وجودية والسهل قبل أن نبدأ حلقتنا على الفلسفة الرواقية ما الذي ممكن أن تضيفها الفلسفة الرواقية إلى حياة الإنسان المعاصر كيف تستطيع هذه الفلسفة أن يتحل مشاكل الإنسان المعاصر ونحن نعرف أن أصحاب هذه المدرسة يغلب عليهم الميل نحو التقشف في الوقت الذي أصبحت حياتنا عبارة عن مادة أو أصبحت الوظيفة المادية أو السمة المادية هي الغالبة على هذه الحياة بل هي لغة العالم العديد فكيف ممكن أن نوافق بين فلسفة قديمة قبل أكثر من ألفين عام وبين ما نعيش في حياتنا الحاضرة بالبداية لا بد أن نعرف شيء واحد أن الفلسفة وبالتحديد الأسئلة الوجودية بالفلسفة هي ليش لها علاقة بأي وقت على الإطلاق بما على أن الفلسفة ما ينسحب عليها ما ينسحب على النظريات العلمية نظريات العلمية نعم ممكن أن تفقد قيمتها بمجرد أن تأتي نظرية أخرى تفندها وغيرها لكن لا طيف الفلسفة يبقى يلوح في الأفق كلما حلت أزمة بالمجتمعات الإنسانية كما يقول الفيلسوف الفرنسي الأكفيري أن تاريخ الفلسفة يشبه تاريخ الفن أكثر مما يشبه تاريخ العلوم ففي مجال الاستيطيقي الجمالي يمكن أن نحب رؤى مختلفة تماما كما هو الأمر بشأن الفلسفة ولذلك لا تعوض التيارات المعاصرة عن الفلسفات الكلاسيكية إذن ما يزيد من أهمية الفلسفة الرواقية والتي تحدثت عنها في قناتي حلقات كثيرة عن الفلسفة لأهميتها الفلسفة الرواقية وكذلك أبي قارية الرواقية أهميتها في وقتنا الحاضر هو انصراف أعمدة الفلسفة الرواقية إلى شؤون الحياة ومسعاهم إلى تحسين المستوى السلوكي عد الفرد بحيث هذا الإنسان يعيش حياة مستقر بدون قلق بدون خوب بدون رعب لذلك تصنف الرواقية ضمن المدارس الأخلاقية وهذا ما نحتاجه اليوم لذلك من الطبيعي بعد الخيبات المتراكمة للإنسان وخصوصا إنسان المعاصر جراء الإنسياق وراء أيدولوجيات وراء مبادئ كثيرة وراء أوهام كلها مغلفة بغائيات من المؤكد أن يتم البحث عن أمور أخرى تنفع هذه الإنسان في تحدياته الحالية من أجل أن يتفادى الوقوع في مطبات الإنفعالات السلبية وإذن الفلسفة الرواقية هي الحل إذن ماذا تقول الفلسفة الرواقية؟ الفلسفة الرواقية تقول أن الإنسان يبدأ بالسير نحو المعاناة عندما يغيب الحاضر عندما هذا الإنسان لا يفكر بحاضره وعندما يكون هذا الإنسان نظره فقط للماضي وللمستقبل خايف من المستقبل ويفكر ما الذي سيفعله في المستقبل ويعيش الماضي على ذكريات أو على أحداث تتمنى ترجع أو تراث يتمنى أن يعود وهكذا إذن فالإنسان عندما يكون عايش بالماضي وعينه على المستقبل راح يفقد الحاضر لذلك يقول الفلسفة سينيكا فإننا من فرط العيش في الماضي والمستقبل تعوز للحياة لا نعيش بهذه الحياة إذن الخطوة الأولى حتى الإنسان المعاصر يعيش حياة متعافية هو أن يعيش في الحاضر إذن الأولوية عند الإنسان يجب أن تكون التخلص من كل ما يثير الأهواء الحزينة إذا أراد أن ما يخسر حريته كيف هذا يطلب وجود الحكمة لماذا؟ لأن الحرية وفقا للفلسفة الزين والمؤسس المدرسة الواقية هي امتياز حصل للحكماء الحكماء هو الأحرار حول بينه وبين نفسه إذن المراد من الاشتغال الفلسفي انطلاقا من المبدأ الرواقي ليس إلا أن تعيش في طمأنينة وبالحاضر لا تفكر بالماضي ولا تبقى عينك على المستقبل تعيش حياتك اللي تعيشها نعم هذه المهارة اللي يركزون عليها الرواقيين هي فن الحياة لأن كثير من الناس لا يشترهم القدرة أو المعرفة على هذا الفن فن كيف يعيش عندما تأتي إلى كتاب المختصر للفلسوف الرواقي إبكتيتوس يشرح إمكانية فهم هذا الفن فن الحياة باعتباره مرادف لمعرفة طريقة العيش من سجام أنه تعيش من سجام مع الطبيعة مع الناس مع البيئة الاجتماعية مع البيئة المادية إذن كيف تتحقق هذه الحياة الحلوة الحياة المطمئنة برأي إبكتيتوس لا تتحقق إلا بالحفاظ على إرادة الفرد في انسجام مع الطبيعة في تصالح مع الطبيعة وهنا يتمثل ذكاء البشر في فهم الطبيعة الخارجية والتناغم معها يتناغم مع هذه الطبيعة الخارجية في الأفعال وفي التصرفات يجب أن الصالح مع هذا العالم الناس والأشياء بيأكملها بالضبط كما يقول فلسوف نيتشي يجب للإنسان أن يكون جارا صالحا للأشياء الأقرب منه خيلة تعدك جار ومعاديا 24 ساعة هل سوف تعيش مرتاح؟ يجب أن الصالحة يجب أن تقدم التنازلات حتى تتعيش هو يعيش وإلا إذا كان أنت معادي الناس ومعادي الحياة ومعادي الظروب الدهر والأحداث وبأكملها سوف تكون النتيجة إحباط وهذا ما لا تريده الفلسفة الواقية إذن ما يمكن للإنسان التحكم بدقة ما يمكن للإنسان أن عن طريقة يستطيع أن يوجه نفسه هو العقل نعم العقل هو يضمن لك المحاكمة والدافع والاختيار لكل أمورنا هذا يندرج في ضمن الأمور العائدة إلينا هناك أحداث تمام تحدث بالرغم عنك لا تحاول أنه تعيش فيك آبا لأنك ما تستطع تغيرها هي أكثر منك لكن العقل من ضمن اختياراتك بالتالي فهمك أن هذه الأمور هو رح يخلي الأشياء الخارجية تطراخة مهما كانت قاسية سوف تبتعد عن الرغبات وبنفس الوقت تبتعد عن المخاوف لذلك يعني تذكرون القول لي وليام جيمس واللي عدته مرات ومرات كثيرة فيلسوف البراغماتي الذي يقول أن الاكتشاف الأعظم الذي شهده جيلي والذي يعادل ثورة الطب في اكتشاف البنسلين هو أنه في إمكان الناس تغيير حياتهم عبر تغيير مواقفهم الذهنية كثير من الناس لو فقط يغير ذهنه ممكن يعيش بسعادة ومرتاحة كثير من الناس تجد عنده كل شيء ولكن عايش تعيس غني عايش تعيس أو صحيح الجسم وعايش تعيس لأن قناعاته ما يغير قناعاته أو مهتم لك بأمور ما تعنيه أمور سياسية ضخمة طاء العالم وما عرف إيش وكذا هاي وبالذلك عايش في هم وغم إذن تهدف الفلسفة الواقية إلى أن الإنسان يتحكم بانتباعاته حتى ما يتوهم لأن هذه التوهمات ممكن تغذر الرئيس فيصبح هذا الإنسان قلق على صحته على معيشته على أمور نفسية كثيرة تقتحمها تجاه هذا العالم واللي يحدث به يجب أن يكون لك تعالف نفسي مع العالم مع المجتمع يجب أن يتدير هذه الأمور يتديرها بعقل وحكمة لا أن يتدير ضعرك إلها إذن الأهم في هذا الإطار حسب الفلسفة الواقية كما يقول أبكتيتوس هو تحديد مفهوم الخير والشر حسب المنفعة أو الضرر اللي نكتسبهم من خلال قراراتنا وافعاننا ماذا يعني هذا يعني الأشياء الخارجية هي محايدة هي لا ضدك ولا معك الطبيعة لا ضدك ولا معك طبيعة محايدة لذلك تقييد السعادة بالظروف ظروف الخارجية يعني تخلي على الاستقلال والاتزان العاطفي حسب المذهب الواقع إذن هل يمكن اختزال التفلسف في حفظ نصوص في قراءة آراء الفلسفة أي أن كانت هل هذه هي الفلسفة هل من واجب الفلسفة أن فقط نحفظها ونحفظ المدارسة الفلسفية أبدا الفلسفة تعلمك الممارسة الفلسفة تجعلك إنسان تتفلسف كيف تعيش حياتك عن مستوى المعيش بحيث ليس فقط اقتباسات لفلسفة وقراءة لكتب فلسفية دون أن يكون هناك رغبة في تحسين حياتك دون أن تكون عندك رغبة في أن تصالح مع الظواهر المحيطة بيك لذلك يقول الفلسفة بكتيتوس عن النشاط الفلسفي بأنه استعداد لمواجهة الأشياء التي تفرض نصها علينا كل ما تكون حكيم سوف تعرف كيف تصرف مع هذه الأشياء هذا النسق من التفكير هو ما يحتاج الإنسان المعاصر نعم الفلسفة الربقية كانت ولا تزاله ستبقى معين للبشرية لذلك تاريخنا سلسلة من الأحداث الكبيرة التي لم يتوقعها أي شخص واللي يكون مصدر للإزعاج بمنظر الفلسفة الرواقية ليس الأشياء بحد ذاتها كما ذكرت الأشياء محايدة بل أحكامنا على الأشياء هي التي تزعجنا وهنا أيضا يتقاطع الفلسفة بنوز مع تلك الفلسفة الرواقية عندما ينصحنا بعدم اطلاق الأحكام على ما لصدفه من ظواهر لذلك نفس الشيء عندما تأتي للفلسفة الرواقية بكتيتوس هذا رجل كان زاهد حياتيا فلذلك يقول في فلسفته أن من يكون الأكثر تعلقا بكل ظروب الخرافة هم أولئك الذين يرغبون بكل جموع في الخيرات الخارجية هؤلاء يعيشون خرافة ويعيشون مهم ولذلك يصبح الإنسان أكثر هدوء يصبح الإنسان أكثر حرية إذا لم يتبدل مزاجه بناء على ما يطلق عليه الناس من الأحكام ليطلقوا له ما يعيشاه المهم هو مقتنع بنفسه لذلك جاء في كتاب المقتصر لأبي كتيتوس إذا أخبرت أن أحدا يتحدث عنك بالسوء لا تدافع عن نفسك بل قل من الواضح أنه لا يعرف بقية عيوبي وإلا لا تحدث عنها أيضا بالتحديد الفلسفة الرواقية وكذلك بقول ما تيدك تنزعج لا تحمل هم الآخرين لا تحمل هم المشاكل حتى تيش حياتك أيضا الفلسفة الرواقية تعلمنا كيف نظم علاقاتنا نعم نظم الفلسفة الرواقية علاقاتنا بالآخر لأن ما يعجبنا ربما يرفضه بقية الناس وكذلك البطولات والفضائل التي ننسبها لأنفسنا ممكن تصير غيظ المستمعين الآخرين ممكن يشعرون بالملل لذلك يقول أبكتيتوس لا تضطل حديثك عن أفعالك ومغامراتك أمام الناس أمام أصدقائك حتى الفلسوف ماركوس أوريليوس الأمبراطور الفلسوف الرواقي يقول وكأنه يحذو حذو أستاذه أبكتيتوس يقول كم تعجبت أن كل إنسان يحب نفسه أكثر من أي شخص آخر بينما يضع رأيه في نفسه موضوع أدنى من رأيه الآخرين به نعم تعلن الفلسوف الرواقية أن الإنسان إذا أراد أن يفوز براحة وطمأنينة ويعيش في سلام داخلي ويكتسب حكمة الحياة السليمة ينبغي أن يلجم أهواءه ينبغي أن يحكم عقله ينبغي أن يختار حياة مستنيرة عوضا عن الحياة هي التي تختارك ما سوف تكون عليه أن تختار حياتك يجب على الإنسان أن يحيا ويموت في غير خوف ولا ارتعاد أبدا ينبغي على الإنسان أن ينشط أرادته ويضبط الأمور ويضبط الأحداث التي تتعلق بقدراته فما يتعلق به يفعله وما يتعلق لا يتعلق به ولا يقول له إذن هذا خارج جراته لا يتعب روحه لا يعاند الأحوال لا يجابه للطرابات القهرية التي هي خارج مشيته خارج قدراته لذلك تقول الفلسفة الوقية أن الكون كائن حي فريد منسجم منتظم يؤبى الفراغ أما ما يضمن وحدة هذا الكون أما ما يضمن تناغم هذا الكون هو العنصر الإلهي على العكس من الأبيقوريين اللي يقولون أنه هذا الكون ذرات وغيرها لا الأبيقوري الرواقيين المؤمنين بوجود عنصر إلهي لنقول أو هما يقولون بالروح أو النفس غير المنظور اللي موجود في كل الكائنات الحية وهذا هو اللي يجعلها في قوام وفي التظام إذن أنت سير حسب مشيئة إلهية هكذا تقريبا بيقوسيا لأنهما سبقوا المسيحية فأنت أعرف بأنه أنت محكوم بإرادة إلهية وبما أنه كل فعل وفاعل مع بعضهم البعض بمعنى أنه كل فعل يستزم فاعل ومن فعل لذلك العنصر الإلهي هو الفاعل الأسمى حسب الرواقية لا يمكنه أن يكون في المادة فقط يعني شيء في مادة لا بل يكون لصيق بها محيث بها ملازم لها حتى يتسنى لهذا الإله أن يفعل فعله التدبيري في الطبيعة وفي الكائنات هذا هو أحد أهم آراء المدرسة الرواقية ماذا عن الوعي الحقيقة حسب الفلسفة الرواقية بناء على هيئة الكون يعتقد الرواقيين أن للإنسان قدرة عظيمة على العتاق من التصورات التي تستوطن عقله تصورات الباطلة الإنسان ممكن يصدق كل شيء فيستطيع هذا الإنسان إذا حكم عقله يرفض الانتباعات التي ترتسم في وجدانه بسبب الأحداث الخارجية لذلك الإنسان الحكيم يصرف بناء على عقله يتحرر من التصورات الخطأ فيبلغ مرتبة السيطرة على أهواءه على ميوله على رغباته على تصوراته على أفكاره لذلك لا الألم لا المعاناة لا المآسي لا الأحزان سوف تقلق سوف تقلق مضجعة أبدا ولا حتى الثروات والكنوز والأمال ممكن تبهج وتتجه للسعيد لذلك هو بالحال لا يحزن على ما مضى ولا يفرح بما أتى لذلك كل ما هو قائم أو موجود خارج الإنسان مطبوع بطابة الحياة لا معك ولا ضدك لا نستطيع أن نقول عنا حسن أو سيء إذن لابد من أن يتذكرون الناس أنه ما يتعلق بالإنسان إنما هي تصورات تصورات هي ترعبك ولا يوجد شيء مرعب تصورات ينسجها ذهنك تصور أن الوقاء الخارجي هي اللي تتحكم بيك أو ممكن تخيفك أو ترعبك نعم كل إنسان قادر على ضبط هذه التصورات والأفكار هذه التخيلات والأوهام اللي يبنيها وعيه ذاتي الإنسان يعجز عن تغيير الحقائق الوجودية الموت يعجز عنه المرض الاعتلال الحوادث الخارجية الكوارث الجوائح الأمراض الطرابات الفلكية هاي خارج قدرتك لا يملك الإنسان على سبيل المثال أن يقهر الموت لكنه يستطيع فقط يبدل تصوره عن الموت سوف يرتاح لم يعد الموت يخوفه فقط المطلوب أن يبدل فكرته الخاصة عن الموت عند إذن سوف ينتهي الموت هو انطباعاته عن الموت هي اللي خوفته بسبب رجال الدين بسبب ثقافة التخويف من الرب ومن الموت ومن اليوم الآخر ومن الجحيم ومن 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 بالتالي الإنسان من هو طفيل عايش في خوف إلى أن يصبح خمسين وستين وسبعين سنة لذلك مدرسة الواقع يتحاول تجعل الإنسان مصالح مع الموت وأنه هذا مسألة طبيعية وكل الكائنات إلى فناء يأتيها يوم وتنتهي لا أحد يبقى مخلد فيغير يغير تفكيره فقط لذلك يجب على الإنسان أن يرعى حريتة رعاية سليمة حتى تقود المن إلى معاينة الحقيقة النظام الكوني العقلاني لذلك النفس الإنسانية متحد الاتحاد بالروح الإلهية هكذا يقولون الروح الإلهية التي موجودة في المادة التي تستطن كل شيء على الأطلاق في هذا الوجود لذلك تصيبه أي مكروه إلا الذي يتخيله الذي يتخيله وبالتالي بسبب هذا التخيل سوف يفعل الفاعل والأضرار الداخلة ماذا يعني هذا معنى هذا أن الحكمة الإلهية تسير الكون على قدر مرسوم وأنت ليس لك من الأمر الشيء بالتالي راح ترضى بقسمتك وإيش حياتك وكما ذكرت في هذه الحلقات أن الرواقين يشبهون المصير كعربة هذه العربة تجر كلب ذكي هذا الكلب عنده أمرين يأم يساير هذه العربة ويبقي يشير معها يأم يساير عكس تجاهها والتالي يعني ينسى حلو يتأذى وكذا فأنت أي إنسان نفس الشيء ينبغي كل إنسان أن يرضى بالمصير الكوني الأمور اللي ما يستطيع أن يغيرها ولا يحاول أن يعاكسها يعاكس الأرادة الكونية الأمور اللي ما يستطيع أن يغيرها لأن سوف لا يجني إلا الخسارة والألم إذن حسب الرواقين السعادة والحزن في الذهن ليس لهن وجود في الواقع أما قدرة الإنسان خاضعة لأحكام هذا المصير لذلك ما من حرية تستطيع أن نتبدل في مصير الكون لا بل قوام الحرية أن يقنع الإنسان بقسمته عندما تكون حر تقنع بما هو موجود ولذلك وصف الفلسفة النفس الرواقية بالبهاء الذي ينطوي على ذاته هكذا قال عنهم هيكل وبالتالي طبعا بهالحال الناس سوف يتهمون الفلسفة الرواقية بالجبرية أننا محكمين بإله وهذا الإله هو سيرنا ونحن غير أين هي الحرية بالتالي خانعين ونعيش في عبث لكن الرواقين لا على العكس من ذلك إذا فرون عن حكمة مذهبهم فبينوا أن الدهر لا يضم الإنسان أن الدهر لا يضم الإنسان أبدا الإنسان الذي يثق بصلاح النظام الكولي ولذلك من أصول الحكم الرواقية أن يزهد الإنسان أن يتقشف أن يتجرد من النوافل هذه النوافل التي عبر عن تخييرات مؤذية والتي تلتهم كل وعية الرغبات التي ليس لها داعي ولذلك معه أن الحكيم الرواقي ينشد الزهد الوجودي لكنه لا يستنكف عن العمل المفيد أبدا في المدينة الإنسانية فإذا هذا الإنسان يعتصم بالفضيلة ويعمل ويجتهد بشرف كل رجاء أنه يصدح نفسه ويصدح الآخرين ويعيش بمحبة وصلاح عندما تأتي إلى كتاب ثبات العكيم للفيلسوف إبكتيتوس هذا الفيلسوف يتحدث عن نبذ الكسل نبذ الفتور يجب الإنسان أن يكون ناشط في هذا المجتمع حتى ما يقع فريسة للأوهام العزالية التي تفقد عقله وتوازن وحصافته وفكرة لذلك الإعراض عن شؤون الناس على ما على ضعف كما يقول على ما على جبن نعم هكذا يقول إبكتيتوس لذلك هذه تفصح الرغبة بالهروب المرضي إلى الأمام لكن هذا أمام وهمي ولذلك نحن الآن نحتاج إلى الفلسفة الراقية نعم عدم وتأتي إلى النفس الإنسانية بها ميول بها أهواء بها رغبات طبيعية لكن الصلاة الاجتماعية هي التي تقوم بحرفها عن طبيعتها فتجعل بالتالي كل هذه الأمور تعيش الإنسان في أضطراب داخلي انفعالات للصيب النفس من غير أن تحصل على مؤازرة من العقل إذن الانفعال عقل لا عقلاني الانفعالات هكذا يعرف الرواقيين بمعنى أي حكم يجردنا من قدرتنا على السيطرة الواعية على ذاتنا على أنفسنا إذن العادات العراف التقاليد ملاهج التربية غالبا ما تقوم عنها بأن الألم شر في ذاته لا على العكس من عندها الرواقي الرواقي الحكيم يعتقد أن الشعور بالألم الجسدي غير اختبار المشقة المعنوية مشقة المعنوية كثيرة الألم الجسدي ممكن يروح بالتالي حسب رأيهم فإن الانفعالات لا تخالف العقل في طبيعتها بل في انحرافها عن مقتضاياتها عندما تبحث عن نواف الأمور فلذلك الانفعالات ليست سيئة بسبب مخالفتها الطبيعة العقلية لا بل سوءها ناجم عن ضلالها العقلي هنا تكون المشكلة نعم ان التحريات النفسية اللي قال بها الرواقيون لا سيما تيكا التي قالها الفيلوسوف الرواقي إبكتيتوس أعطت علاجات للإضطراب الناجم عن التصورات الذهنية لا عن الأشياء في حقيقتها هاي بيأكملها سامات موضوعية سامت في تعزيز علوم الشفاء المعرفي والمصاحبات النفسية بالضبط يعني كانوا أول علماء نفس بالبشرية على الأطلاق عندما تأتي الكتاب المحادثات يتحرق بيكتيتوس عن أصل الإضطراب النفسي كيف يولد في التصورات الذهنية فيقول بيكتيتوس أننا لا ننطبع انطباعا بالأغراض الحسية التي نصادفها فحسب ولكننا مع ذلك نحتفظ ببعض الأمور ونعزل بعض الأمور ونظيف ونختلق أمور من عندنا بالتالي فننتقل من أمور إلى أخرى تلازمها ملازمة هذا ماذا يعني باختصار يعني أن الإنسان هو صاحب مأساة الأول الإنسان هو الذي يؤذي نفسه يرتطم باقع الحياة فيعريها من حقيقتها وبالتالي يخلع عليها من القدرات والمعاني والدلالات ما يجعل مضطرب أشد الأضطراب بسبب هذه التصورات الخاطئة لذلك الحكيم الإنسان الذي يريد عيش حياة بسيطة بها طمأنينة يصالح أو يرضى بالنظام الكون يقتنع بحدود الموجود يقبل حكام الحياة لا يملك إلا بالتالي أن يفوز بهدوء النفس وطمأنينة سكينة الوجدان وراحة الضمير ونحن نعرف حسب الفلسفة الواقية بأن الوجود طور من أطوار الكون الفسيح يحث الإنسان على الإنظواء في نظام الحكيم من ثم ينبغي أن ننضاعف من يقضتنا حتى نعرف هذا الكون ونعرف معنا الأحداث ونعرف معنا الأمور الطارئة يجب أن نحبس انتباهنا من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف المقاصد الخفية أن نفتح ذهنة حتى نبصر المغزر المستنير للأحداث هذا كله بيأكمل هذه الأمور في غير الطلاب ولا تعنوت ولا اكتعاب ولا حزن ولا قهر نعم كما بدأت في بداية الحلقة العودة للراقية ضرورية ليس بيوصفها عقيدة أو أيدولوجيا ممكن نعتنقها لا إنما محاولة لإعادة تنظيم الفوضى اللي موجوده في داخل النفس البشرية اليوم لذلك هذا الزهد الزهد الواقع ينشأ من أساس فلسفي عندما يتم توزيع الأشياء إلى ثلاث أمور هناك أمور تقع في مجال قدرتك هناك أمور تفوق طاقتك ومكانيتك وهناك أمور الأشياء اللافارقة إذن كما يقبل وأختم فيلسون في الإمبراطور ماركوس أوريليوس عيش الحياة على أفضل نحو ممكن بوسع الروح أن تفعل ذلك إذا كنت غير مكتلس بالأشياء غير الفارقة تهت حققت اليوم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر